مساء الخير عليكم. يارب تكونوا في خير النهاردة. والفيديو النهاردة روتين مسائي. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. طبعا اللي امتابعني عارف ان انا لسه نقلة الشقة دي جديد بقالي تقريبا شهر كده. ففي حاجات كتيرة جدا لسه ما زبطتهاش. وفي حاجات كتيرة لسه انا ما نضفتهاش اصلا وما جدش جنبها خلص. خليني اقولكم ان انا النهاردة طول النهار يعني ما عملتش حاجات كتيرة بس كان وراي حاجات في شغلي انا بعملها. فكل اللي انا عملته النهاردة هو ان انا نشرت الغسيل كنستة ارضيات حاجات كلها روتين اليومي بتاع كل الستات العيدي. جيت بقى على بعد المغرب كده حسيت ان انا يعني لأ انا لازم احط النهاردة حاجة من حاجات التنظيف العميق في اليوم اللي هي انا مش بقدر عملها في وسط زحمة اليوم العادي او في وسط زحمة الحاجات المطلوبة مني كل يوم. طبعا كوني ان انا نقلت في عدم اثر شوية على الولاد وعلى المدارس والدروس وتغيير المكان. ده مؤثر عليهم جدا نفسيا وكمان في المذاكرة. فبحاول ان انا اتابع معاهم في الايام اللي احنا فيه هزيت شوية. اكتر من اي ايام تانية. طبعا ممكن اي حد يعني كبير يتاقلم على وضع مسلا جديد هو تحط فيه بسرعة. اسرع من اطفال صغيرة بتبقى حاسة ان الموضوع صعب عليها شوية. ويعني بيقوم تضايقين شوية. فخليني اقول ان انا في وسط كل يوم. طبعا كل الستات عارفة اللي بتسمعني دلوقتي هي كل ستة المفروف بتعمل ايه كل يوم. كلنا عارفين. ولكن في حاجات تفاصيل صغيرة كده. بما ان رمضان داخل علينا وبما ان الشتة كمان داخل علينا. فانت محتاجة يكون في يعني تركيز شوية مع تفاصيل البيت. انا طبعا عندي الشباج بتاع الاوضة دي. الاوضة دي بتاع تيارة طبعا انا وريتها لكم قبل كده. فيها شباج الاموتايل والشباج دوت انا ما نضفتوش ابدا. يعني انا قبل ما يجي ما كنتش طبعا فاضية ان انا ايه انضف التفاصيل ديت. قلت لما اوصل الشقة ان شاء الله ابقى اعمل الحاجات دي. فبالفعل انا حتى ما كنتش نوي على استطارة قبل ما نضف الشباج. بس بتاعت الستاتير فعلا جالي على فجأة يوم على استاتير واضطريت ان انا علقها اه على الوضع بتاع الشباج دوت. قلت مش مشكلة وعدنا ننضفه بعدين. فانا النهاردة قررت ان انا بصوا احنا بعد المغرب دلوقتي قررت انا حنضف الشباج. بالليل عادي جدا وطبعا تنظيف الشباج والازاز والحاجات دي بيكون بالليل افضل من النهار يعني. انا طبعا شفتو الشباج عايز اقول لكم الشباج فضيع يعني هو مش بس عليه تراب لأ هو عليه تراب وطبعا الشقة دي مقفولة بقالها سنتين. فالشباج عليه تراب والتراب دوت جيه عليه مية تشيتة او مية ايا كان. فالتراب لزق وبقتينة ونشف فبقتينة نشفة. انتم متخيلين هو مش شوية تراب هنشفتهم بمكنسة او نمسحهم بفوتة وخلاص. فانا الشباج عني طبعا ضرفتين فانا فتحت اول ضرفة كده وحاولت اشفت بالمكنسة الكهرباء كل التراب اللي كان موجود في الشباج. طبعا طلع بنسبة نقول تلاتين في المية بس والباقي الفضل لازق وموجود. الناحية التانية بقى كانت اسعب واسعب لان ما طلعش بنسبة اي حاجة خالص بالمكنسة الكهرباء. وفضل التراب موجود والطينا لازقة بشكل مش ممكن يعني. طيب خليني طبعا نقول كم انتم شايفين التراب اللي في الجوانب والتراب اللي موجود في المجرى بتاعت الشباج. التراب اللي على الازاز نفسه. يعني الشباج كان متدمر بصراحة متبهدل جدا. فقلت تمام هو كده كده مع التنظيف مناسب جدا دلوقتي لان انا لسه جاي الشقة جديد والشتة خلاص يتداخل علينا. وكمان دخول الامتحانات برضو هتبقى قربت. الرمضان عارفين حاجات كتيرة كده. فلازم بصراحة دي تبقى مستعدية وتحاول ان انت تضبطي حالك واحدة واحدة. فانا من الفيديو ده بقول لكل ستة بتسمعني دلوقتي. ما فيهاش حاجة لما تكتبي. فيهاش حاجة لما تكتبي ان انا عايزة نضف الشباج. عايزة نضف الشيش عموما او بتاع البيت كله. عايزة نضف دولاب المطبخ. عايزة نضف البتاجاز. اكتبي الحاجات زيت ولما تخلصي حاجة منها اعلمي عليها. ده حيفرق ويشجعك جدا. بصوا بقى الضرفة التانية لما خلصت الناحية اللي هناك. جيت على الناحية دي. لقيت الموضوع صعب جدا. ده كده مش راضي يطلع طبعا بالمكنسة ولا حتى اه بالجوانتي الا بالدعك الجامد جدا. لان ده طينا لزقة ونشفة. فما كانش راضي يطلع اصلا يعني. فانا قعدت ادعك بصوا شايفين الطينا عاملة ازاي? انا بدعك دعكت تقريبا لمدة تقول لكم ايه ربع ساعة تقريبا. انا عمالة ادعك وروح اخسل الجوانتي تاني وعصوره وارجع تاني يكمل. اه بس طبعا الجوانتي ساعدني جدا جدا بصراحة. لان انا لميت الشبك ده كله بالجوانتي ده. بس يعني كل الطينا والتراب والبهدلة دي كلها بصراحة من غير ملاحوس من غير اي حاجة. فالحمد لله الدنيا ظبطت معي جدا وهو ساعدني قوي قوي بصراحة. الازاز بقى ده نفسه بعد ما خلصته طبعا كنت شايفين شكله عامل ازاي. بعد ما خلصته اه طبعا مسحته فوضة الازاز. فرق جدا جدا في شكله. بقى الشبك بيلمع حرفيا وكأنه جديد. طبعا الازاز بس سوري السلك بس بتاع الشبك ده انا مركبه جديد. يعني مغير السلك ده مع السلك بتاع باقي شقة. فالسلك ده الحاجة الوحيدة اللي معمولة جديدة في الشبك. انما الشبك هو من الاول ده وضعه وده شكله. عشان كده السلك شكله جديد شوية. انا لسه مركبه من شهر قبل ما يجي. كنت مبسوطة جدا بصراحة لاني حاسيت ان انا خلصت من حاجة. كانت مركوبة بقى لها سنين. اه طبعا مش بايدي بس اه نضفتها الحمد لله. ودي افضل نتيجة انا وصلت لها الحمد لله رب العالمين. مبسوطة جدا ان ده حال الشبك. وان ده يعني شكله دلوقتي. كان مدايقني جدا وكت مستصعبة قوي ان انا نضفه مش عارفة ليه بس كنت حاسة ان هو اه من الحاجات التقيلة اللي كانش ينفع عملها في اول ما جيت لاني كنت بعمل حاجات كتيرة جدا. فخلاص قلت الحمد لله الدنيا فائت شوية. فبالتالي انا نضفته بقى بالشكل ده الحمد لله. نفتح بقى بالنهار الشبك كده ونفتح السلك والدنيا تبقى حلوة من غير تراب ومن غير بهدالة كتير. وده كده شكل الشبك بصراحة الله مبارك حلو جدا بعد ما تنظف بقى شكله بصراحة ممتاز. افرد بقى سترا كده وانا متطمنة ومبسوطة. عايزة ااخد رأيكم في حاجة بس دلوقتي عشان تكتبولي في التعليقات برضو رأيكم. انا بصراحة كعفاف بحب استعد الرمضان من بدري شوية. يعني من قبلها بشهرين ولا تلاتة بصراحة ببقى حاسة ان انا كده يعني هادية ومش متوترة. فلو عايزين نعمل استعدادات رمضان من دلوقتي مع بعض هنعمل ايه ونحوش ايه ونشتري ايه. فاكتبولي في التعليقات. لو انتو حابين المحتوى دوت حاليا في الايام دي برضو كتبولي. علشان بس ممكن اعمل كده معيكم. تقولوني مسلا لسه بدري عفاف بس انا كعفاف بحب استعد بدري. فلو انتو عندكم اي افكار تكتبوه لي في التعليقات بخصوص الموضوع ده او لو انتو عايزيني اصلا اتكلم معيكم في استعدات اللي انا هعملها الرمضان من دلوقتي برضو كتبولي في التعليقات. فردت هنا بقى استطارة كده وكده خلاص انا خلصت. يعني تعالوا بقول لكم انا عملت ايه النهار ده غدا وحلو? طبعا عملت الشباك ده بالليل. يعني انا كنت خلاص جاهزة الغدا والحلو. بس تعالوا دلوقتي بقى واريكم انا عملت ايه? دخلت عالمقبر عشان اجهز الغدا. طبعا لما بكون هعمل فراخ بكون غسليها ونقعيها في لمون ومالح وخل وغسلها تاني بماء نظيفة. وسايبها تتصفى. سبقى احطها بقى في التلاجة هسيبها على الرخيمة ايا كان يعني الوقت اللي انا عملتها فيه. بس ببقى دايما مجهزها قبل ما دخل عمل الغداء. هنعمل دلوقتي تدبيلة حلوة جدا والتدبيلة دي طبعا اول حاجة هحطها فيها التوم. بس هانية طلعت علبة التوم من الفريزر علشان اواريكم التوم اللي احنا كنا مفرضينه وبعد السنة اللي فاتت. لونه عامل ازاي? وقد ايه بيطلع سهل ولاين من العلبة. طبعا ده يرجع للطريقة اللي احنا عملنا بيها وان شاء الله هسيب لكم الفيديو موجود في سندوق الوصف. عشان طبعا التوم الاخدر برضو السنة الجديدة ان شاء الله. اول ما يطلع تعملوه على طول وبصراحة ممتاز ممتاز وبيوفر الوقت جدا. هنجيب طبقة كده هحط فيه نص معلقة التومة فروم ومعلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة كده كبيرة من المستر ده. ومعلقتين ديبس رمان اختياري يعني بس هو كان عندي في حطيته ولكن التدبيلة تنفع من غيره خواق عادي يعني. بس هو بيدي طبعا تست وطعم ومزازة حلوة كده. ضفت كمان معلقة صغيرة من هريسة الشطة وطبعا اختياري. وحضيف كمان كيس بوهارات اللي هي الحداشر بوهار من كنور. وطبعا انا عندي الحاجات ديت من الاول من الشريحة جديد. طبعا تقدر تستديلي كيس تواب اللي لان انا حطيته دوت بكبابة صيني فلفل اسود كوزبارة ناشفة وبابريكا ورشة قرفة صغيرة. وتوم وبصل بودر. لو انت عندك اي حاجة من الحاجات دي تقدر تحطيها. انا طبعا زودت فلفل اسود لاني بيحبوا جدا في الاكل وحطيت كمان آآ فابريكا علشان اللون. ودي شكل التدبيلة الخطيرة اللي احنا عملناها. ايه رأيكم? حلوة جدا. وحطيت طبعا شوية زيت. عندي بقى الصينية حطيت فيها بطاطس وبصل. بص انا كنتم جاهزاهم هنا. قطعتهم على طول في صينية. وححط عليهم بقى شوية من التدبيلة اللي احنا عملناها. وحدعك التوابل مع الخضار كويس جدا. طبعا تقدري تحطي كوسة تحطي جازر تحطي بسلة تحطي اللي انت عاوزة. ما عندي جيش غير بطاطس وبصل بس عادي جدا ينفع تحطيهم هما بس. هرص بعد كده الفراغ بتاعتي وانا عاملنا النهاردة دبابيس. آآ كنت مفكر عاملها يعني مقرمشة محمرة كده او مقلية. وبعدين استقاريت خالص في الاخر ان انا اعملها كده. هنزل كده الدبابيس بتاعتي على البطاطس. وهنزل عليها بالتدبيلة. وحدعك كويس جوة من تحت الجلد وما بين اللحم والجلد. وهوزع التدبيلة كلها على الفراغ بتاعتي. بالشكل ده. طيب انت خففتي التدبيلة كده ازاي عفاف? انا حطيت شوية مية عليها علشان اقدر اوزعها بسهولة وتنزل على كل الفريخ. كنت طبعا مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة وروحت حطى الصينية ديت على الصاج على طول الرف اللي فوق الشعلة مباشرة كده. وعلى طول عملت الرز. انا عملت الغدا دوت وبعدين بقى نزلت روحت عنده ماما. عواريكم دلوقتي اللي انا عملته هناك. بس خدينا نكمل مع بعض الغدا. اه انا استخدمت هنا رز الساعة او باستخدم الضحى. سواء ده او ده. هما بصراحة الاتنين ممتازين يعني. بصوا الرزاية بتبقى كاملة كده مش مكسرة. اه في رز تاني ببقى سعره تمانية وعشرين جنيه بس بيبقى رز مدغدغ بصراحة وبيعجن وبيبقى مش حلوة غالص. الرز ده تقريبا سعره اربعة وتلاتين جنيه. او اتنين وتلاتين حاجة كده يعني. حطيت بقى الوق بتاعي على النار وحطيت زيت وحطت الشعرية علشان اعمل الرز. حمرت الشعرية كده وحنزل اللي عليها طبعا بالرز المخسول. وحقلبهم كويس مع بعض يتشوحوا كده على طول. مش هتأخر عليهم يعني علشان الرز ده بقى ما يلزقش او يتحمر. احنا بس بنقلبه كده في الزيت والشعرية مع بعض. حنزل بكمية الماء بتاعتي وخلاص كده. اول ما يغلي هيدي عليه النار ويبقى الرز عندي ستوا. جهزت الغدا ونزلت بقى روحت عند ماما على طول. اه بصوا بقى. انا لما رجعت من عند ماما اه عملت حكتين. عملت الشباك اللي انت شوفتوه في اول الفيديو ده. طبعا كنا بعد المغرب والغدا ده انا بجاهزات قريبا يعني على العصر كده. اه علشان انا ما اتغدناش ومشيت. لا احنا انا عملت الغدا ومشيت. يعني عملت الغدا بدري. علشان لما نرجع اسخن على طول يبقى الاكل جاهز. انما ما عملتوش يعني بالليل بعد ما رجعت ولا حاجة. اللي انا عملته بالليل بعد ما رجعت هو الحلو اللي هتشوفوه دلواسي بعد شوية ونضفت كمان الشباك بقى وكان عندي غسيل ونشرت. وبس كده. بصوا عملت طبعا الصلاط اللي انا بعمله كل يوم اساسي مع الاكل خيار طماطم فلفل آآ آآ حريق. او حامي يعني. وبصلايا بقى صغيرة كده بقى اطحة. انا كده الرز بتاعي خلاص خلص. تعال بقى اوريكو آآ شكل الرز. واوريكو كمان صنية البوتاطس بالفريخ لما طلعناها من الفرن. رحت عند ماما بقى وبعدين لقيت هزا علانة جدا. مالك يا ماما قالت لي البوتجاز الازاز بتاعه مليان دهون وملزق جدا وانا متضايقة من شكله خالص. وكمان السرميك اللي جانب البوتجاز. وانا اللي قادر اروش باور ولقادر اروش سترس ونفسي ما يستحملش. وماما كانت ايديها واجعها من فترة وكانت تعبنة. فعشان كده البوتجاز ما كانتش لا بتمسح ولا بتدعك ولا حاجة. فعشان كده ده شكل الازاز بتاع البوتجاز. البوتجاز بتاع مواما بوتجاز زانوسي زي بتاعي. آآ فبس هيجي باب عادية بفترة يعني. الازاز بتاع البوتجاز دوت ما تقدرهش تماشي على ايديكي من كتر الدهون والتلزيق اللي موجودة عليه. فانا جبت فوتة الدهون آآ ليها وشين. وش نعم وش خشن. طبعا ده الفوتة دي من جرين واي. وكمان مستك اخدر اللي هو بتاع الدهون والبوتجاز وكده. جبت فوتة الدهون دي وبليت نصها مير وعصرتها نص عصرة كده وخدت منها حتة من علبة المستك الاخدر وبدأت ان انا امشي على الازاز بتاع البوتجاز. عايز اقول لكم ان انا والله ما دعكت. والله ما دعكت. انا كل اللي كنت بعمله كنت بحرك الفوتة بس كده يمين وشمال زي ما انتو شايفين كده. البلاء التلزيق ده بيروح في ثواني الدهون والنقط والبقع اللي لونها بني دي بتروح على طول. بصراحة ما كملتش دقيقة في حرفين فعلا دقيقة علشان اعمل الازاز تاها البوتجاز ده. دخلت ماما واتعملت نازي على البيت كله. تعالوا لحقوا. يا خسرت عمري اللي راح. يا خسرت عمري اللي ضعف المنظفات والنفس اللي اتدمر. فالمهم ايه? شايفين طبعا الدهون وكلها طلعت في الفوتة هيت زي ما انو شايفين. وايه كملت? ما اخدتش مستك تاني بقى. انا كملت بنفس الفوتة المبلولة. ولو كنت انا اسيا استخدمت الفوتة مبلولة بس كان برضو طلع عايدي وما كانش احتاجت على فكرة. انا حسيت ان الموضوع ما كانش مستدعي ده كله يعني. ان انا حط بالفوتة بس. فخلصت بقى ازايز البوتجاز كده وبصوا للشكل كده. كنت باخسل الفوتة طبعا واع سورها وارجع اكمل بيها. بعد ما خلصت دعك روحت جايبة بقى النقط اللي انت شايفينها زي على الفكرة على السراميك وورا البوتجاز مش على الازاز بتاع البوتجاز. قلبت الفوتة على الناحية النعمة وبدأت ان انا المع اوانسف بيها بمكانة دعكة بالشكل ده. اللهم مبارك الازاز ركع جديد بجد. تمسش على ايديك كده مفيش حاجة خالص. زي الفل. رحت قلب اغطى البوتجاز افلاه كده ورحت رايحة على الدهون اللي موجودة على السراميك وورا البوتجاز. قلت بقى اختبر الفوتة كده واعملها من غير مستك ومن غير حاجة. بلت الفوتة مية وعصرتها. بص الفوتة دي ما عليها شو حاجة دلوقتي. وبدأت ان انا اضعك الدهون وكاب بتطلع في لحظة. عايز اقول لكم ان الدهون دي بقى لها فترة مش جديدة. وطبعا ده بيختلف لما تكون الدهون قديمة جدا ونشفة وبقى لها كتير. او لسه معمولة مثلا من يومين تلاتة اسبوع. لأ دي بقى لها فترة فعلا. شايفين كده? عايز اقول لكم كانت فرحانة جدا. عشان هتشوفوا لمعة السرميج دلوقتي بقت فرحانة وسعيدة جدا. قدت لي ايه الجمال ده? ما شاء الله فعلا فعلا. الحاجة دي تستاهل في لوسة حرفيا. وديكم شايفين انا يعني بقول لكم تجربة عملية هي قدامكم. وده كده كان شكل البوتجاز والسرميج. كزي الفل. تعالوا دلوقتي بقى نعمل الحلو. عايز اقول لكم النهاردة ان الحلو اللي هنعمله خطير. شايفين طبعا انتم الفيديو بيتكلم مع نفسه كده? مش محتاج اساسا ان انا اقول من جمالها ولا طعمها ولا شكلها بصراحة تحفة جدا. وكمان سهلة اوي اوي والمقادير بتاعيتها بسيطة وموجودة في كل بيت على فكرة. كمان تقدر يتنفيذيها بعد ما تسمعي الفيديو على طول. مش هتاخد من وقتك اي حاجة خالص. يلا بينا دلوقتي نعمل مع بعض. حلو النهاردة? ما تنسوش بس لو عجبكم تجربوه وانتكتبوا لي في التعليقات رأيكم. وتعالوا بينا نبدأ. اول حاجة هجاهزة هي الشربات. انا هعمل تلات كوبايات سكر اعداد كوبايات مية. نفس الكوباية اللي عايرت بها السكر هي كوباية اللي عايرت بها المية وبس كده. هقلبهم كده تقليبة سريعة ومش لازم يدعو بالسكر كامل يعني. هحطه على النار اول ما تبتدي تغلي لمدة عشر دقيق. هنلاقي السكر دايب كله وبقى خلاص كده. هنزل عليه بعصير اللمونة جبيرة. وحسيبه يغلي كمان ديئتين وحاط في عليه النار على طول. بعد كده نروح اعطوه نجاهز الكيك. وطبعا اكيد هارفتوا احنا بنعمل رواني. طلعت اربع بيضات من التلاجة وسبتهم شوية ياخدوا حرارة المطبخ. وممكن تستخدمي تلات بيضات عادي جدا. هحط البيض وهحط عليه معلقة خلة وهحط كمان فانيليا. وهضيف عليهم كوباية سكر واحدة بس. انا في العادي بعمل الكيك بكوباية ونص سكر. بس طبعا هنحط سيرو في الاخر فمش محتاجين سكر كتير بقى في الكيكة نفسها. فاخليتها كوباية سكر واحدة بس. معلقة خلة والفانيليا والبيض وكوباية سكر واحدة وحنزل بيهم في الخلاط وحضرب كويس قوي لمدة مسلا ديئتين تلاتة. لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح شوية ويعمل معايا فهم كده. بعد كده هضيف عليهم كوباية من اللبن وكوباية لربع من الزيت. هخلطهم كده مع بعض وبعدين هجيب بولا احط فيها كيس من البايكينج باودر. وينيجي بقى لخطوة الدقيق. اللي طبعا بتفرق الكيك العادي عن كيك الرواني هي الخطوة الجاية دي. اللي هي خطوة اضافة الدقيق على طول. انا جهزت هنا عندي دقيق ابيض وكمان دقيق سمولينا او دقيق السيميل بتاع البسبوسة. وازل الخليط بتاعي وازل كيس باودر هحطه في البولا. وحنزل بقى بكوباية واحدة من الدقيق وكوباية واحدة من دقيق يعني كوباية واحدة من دقيق الابيض وكوباية واحدة من دقيق سمولينا. تمام كده. هنزل بقى بالخليط عليهم وابدأ اضرب الخليط ده كل كويس مع بعض وكده. ولو احتاجت دقيق تاني هنزل دقيق ابيض. مش هنزل دقيق دورة. ايه سوري دقيق سمولينا. هنزل دقيق ابيض. ودلوقتي هحط كمان نص كبية. فانا كده حطيت المكونات كلها كبية ونص من الديق الابيض وكبية واحدة بس من دقيق سمولينا. بس اما تدقيق تحطي ما تحطيش كبية ونص على طول. حطي كبية واحدة من ده ومن ده. وبعدين كملي الديق الابيض بالتدريق كده. لحد ما الخليط يبقى مزبوط معاكي وهيطلع بالشكل ده. انا حطيت انا بص نص كبية كمان بس. تمام جدا. هحط كمان تلات معالي كبار من جوز الهند. واختياري طبعا تقدري استاني عنها. بس تهي بتدي ريحة وطعمة خطيرة. قلبت الكيك بتاعي بالشكل دوت. وكده خلاص. بقى القوان بتاعي مصبوط. هجيب الصينية بتاعتي لها تدخل الفرن. ويحد هنا بمعلقة زبدة او مكعب يعني زبدة حمسحها كلها كويس. تقدري طبعا تبطنيها بمسحة زيت ورش الزي عادي. او تدينيها طحينها مفيش مشكلة. انا بستسهل الزبدة لانها بتدي طعم ولون كمان في الكيك من تحت. ومش بتخلي بقى حط دي وعفر ولا الكلام ده. بالشكل ده كده سخمت الفرن بتاعي طبعا على دركة حرارة. مية وتمانين الشعلة اللي تحت بس. نزلت بالكيك كده. عامل زي خليط البسبوسة بس اخف شوية. دخلتها الفرن اخدت بالضبط اربعين دقيقة طفيت عليها من تحت شغلت عليها الشوية وبقى ده كده شكلها. هجيب السيرب اللي عملناه في الاول. طبعا يكون بارد والكيكة لسه طالعة من الفرن. هتحطي بقى الشربات عليها كده وهو بارد والكيكة سخنة وحتلاقي الشربات بيعمل الشكل الامر اللي انتو هتشوفو ده. كل ما تحطي يتشرب بسرعة جدا في الكيك. شايفين الجمال? كيكة عالية ومفرغة ومنتفخة كده. بصوا اول ما كمان نحط لها السيرب. هتلاقوها كده نفشة وحجمها زاد. وانا حطيت الكمية كلها ما بقتش بس صغير ربع كوباية صغيرة. حطيت السيرب اللي عملناه كله. بعد ما خلاص تقيتها الشربات كله وخلاص انا مفيش اي حاجة فيها زيادة. يعني فيش سيرب زيادة. شربت كل السيرب اللي انا حطيته. فبقت ربع كوباية كده. قلت خلاص تمام كده. كان ينفع نحطها برضو هيبقى حلوة جدا. يعني انت تقضي تحطي الكمية كلها مفيش مشكلة. هقطعها بقى بالشكل دوت. واهم حاجة تسيبيها تبرد خالص. لازم عشان تقطعيها اي او تطلعيها من الصينية تكون بردة عشان ما تفرفتش معيكي. بس طبعا بردة مين? انا قطعتها في ساعتها لانها كانت شكلها وطعمها خطير. حاديكم داتي قطعة طلعتها مصطينية على طول. بس كل ما تبرد تبقى القطعة طلعة سليمة وتكون كمان اجمل واجمل. بصوا شكلها بصوا ما فيش سيرب زيادة شربت كل الكميل اللي انا حطيتها. وبقى ده شكلها بصوا من تحت عامل ازاي? شكلها امر جدا. بصوا شايفينها عالية ازاي وماشاء الله من جوة مرتفعة كده. وكمان شربها لشربات كله. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم جدا. نسيبكم من اي مقادير تانية. المقادير دي مظبوطة جدا. شايفين الامر? طعمها كان خطير وعجبتهم جدا. وكلهم قالوا لي ايه الجمال ده? حل وقوي. لحد هنا انا خلصت الفيديو التاعي النهاردة. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون فيديو مفيد كده ومشجع. اتمنى طبعا تحطوا لايكات للفيديو ده. وتكتبوا تعليقات حلوة زيكم. وانسوا الله اشوفكم على خير انسوا الله فيديو جديد. وانسوش ولا لسه شوية. اللي انتو حابينه يعني انا كده كده هجاهز مع نفسي الحاجات اللي انا عايز اعملها. بس لو عايزين نشاركها معيكم قولولي في التعليقات. عشان ما نبقاش بدا انا بدري ويبقى ده رأيكم يعني وان شاء الله تشجعوني. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد. ما مستنيه طبعا تعليقاتكم الحلوة. او اتنسوا. ويا ريت لو الفيديو ده عجبتكم حسيت ان هو محتوى مفيد. لو حد اتفرج عليه. ممكن يستفيد منه. اتمنى تعملي له وشير. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد ووصفات جديدة وروتين جديد. السلام عليكم.